قولنا بقى المنتخب الاسبوع نتفرج على اللجوان عشان الناس برضو نلحق ناخد اللجوان نشوف بعض اللقاءات من دوري القسم التاني به دي مباراة كفر الشيخ والمنصورة والمنصورة ماشيين كويس جدا بقيادة الكابتن عبداللطيف الدماني ومتصدرين مجموعتهم يعني على وشك الصعود فيه منافسة مع الأزازين ولكن المنصورة ماشيين بشكل كويس منصورة كسب كفر الشيخ في ملعب كفر الشيخ تلاتة واحد وأهداف المنصورة كانت خالد رسلان ومحمد عبدالقادر وإهاب فؤاد إهاب فؤاد لعيب جامد جدا كان معيه في الترسانة لعيب كويس قوي بيلعب بقى مع بلد ودلوقتي المنصورة وهدف كفر الشيخ الوحيد كان عن طريق عصام مرزوق وفوز المنصورة على كفر الشيخ تلاتة واحد في ملعب كفر الشيخ المباراة التانية ده هدف إهاب فؤاد المباراة التانية كانت مباراة الحمام وطلاع الأسطول الحمام يعني صادفه سوق حظ طلاع الأسطول بحيط طبعا الكابتن علاء المن المدير الفني طلاع الأسطول بيشتغل بصراحة مجهود رائل الكابتن علاء في طلاع الأسطول عمل متش ده كسب الحمام في ملعب الحمام في ملعب الحمام وملعب الحمام زي ملعب بروكس كده ملعب كمين يا كابتن عمر عطيته الهدف الأول لطلاع الأسطول ومحمد بيكو من ضربة جزاء ونادي الحمام ضيع ضرب الجزاء. اه. بصراحة بيتعرضهم عندهم برضو ازمات مالية. طب. النادي ده ما عندوش حد بيصرف عليه. حاجة عدل رسلان. نو رسلان. هم اللي بيصرفهم نجيبهم. اي. دي مبارات منتخب السويس والشمس. منتخب السويس يا كابتن بقى خمسة وعشرون بونت. اقترب خلاص يعني بس بصراحة. سويس كسب واحد صفر. اه. بهدف فاروق خالد من ضرب الجزاء. اه.